صلى الله عليه وسلم فالوالد يقول السائل لماذا ذكر الله عز وجل في القرآن آيات متعلقة بتوحيد غبوبية كخلق السماوات والأرض مع أن هذا الاصل مسلم عند جميع الناس مسلمهم ومفركهم لأجل أن يستدل أو ليكون دليلا لأجل أن يكون دليلا على التوحيد الألوهية والعبادة ذكره من باب من باب الإلزام لهؤلاء الذين يقبرون به ويشركون بالله في العبادة يلزمهم بأن يفردوا الله بالعبادة هذا من البراهين من براهين توحيد الألوهية من براهين توحيد الألوهية توحيد الربوبية فهو خاطبهم بما يسلمون به ليلزمهم بما ينكرونه وهو توحيد الألوهية